كلام بجد شد وجزد خد وهات وهات واخد بص شوت عد فوت لأ ما لعوبة حيلو عمو ما تخادش على الأهل عندما يصبح الوصول إلى الحقيقة يكمن في السؤال الصحيح قبل الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برناميكم ملك كتابة أينما كنتم خطأ متعمد تبتدي بالسؤال أهلا بيك يا باشواندس أهلا بيك عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك كتابة الحلقة اللي بدأها المهندس عدلي بالهرم المقلوب حاب يستهل الجملة الاستهلالية ربما لا أهميتها قبل الترحيب بحضراتكم لكم كل التحية في الحلقة التي تحمل الرقم 715 لكن ليه الهرم المقلوب؟ قلت ليه كل المشاكل اللي أنا شفتها في الشطرة اللي فاتت تكمن أن أحدا لا يسأل السؤال الصحيح فلا يصل إلى الإجابة أو الحقيقة صحيح فأنا قلت عشان الناس تهتمة أو بفكرة السؤال الصحيح عايزة أعمل حاجة من هذا الطبيل يا أستاذ إبراهيم الحقيقة تكمن في السؤال الصحيح وبحثا عن إجابة صحيحة للسؤال الصريح هذه أبرز العنوين مقالي ومقاله حفاوة لها تاريخ الغربال ولا تزال نبوءة المايسترو تتحقق وبعضمة لسانه الفار تحت التعديل والشمال الحمراء عن إدريس راغب باشا لكن أسرار الملك عن نصر قرطاج وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة الحقيقة هذه أيام مصر الطيبة أيام العزة والكرامة أيام يمر فيها تمانية واربعين عاما على واحد من أهم أحداث لم يكن أهم أحداث مصر التاريخية يوم استعدت في مصر كل معاني الكرامة كل معاني العزة كل حقوقها المهدرة وأثبتت للعالم أجمع أن المصري إذا أراد فعل هكذا كانت كل الدروس من حرب أكتوبر المجيدة 1973 باشمانتس ما أجمل يا صدر إبراهيم أن تكمن كل أسباب الزهو في تاريخك حقيقي الحاضر مهم ولكن الاعتداد بالتاريخ هو الذي يلهم الحاضر أو يستشر في المستقبل كمان أنت بتتجاوز كل ده أنك لما تتأكد قد إيه الحاضر بتاعك كان عظيم فلا تتنازل عن الماضي بتاعك كان عظيم وتاريخك كان عظيم فلا تتنازل عن هذه العظمة أنت كل حقبة من زمان تستطيع أن تبهر العالم بشيء صنع في مصر مصر أكتوبر من إيه تزد صنع في مصر عشان كده كانت هذه الدروس الملهمة الحقيقة يمكن دروس أكتوبر وكل ما فيها من إلهام للشعب المصري كله وللقوات المسلحة على وجه التحديد اللي رسمت هذه الصورة وهذه الملحمة الرائعة منذ 48 عاما اليوم تستلهم هذا الدرس في معركة العبور الجديد والوصول بمصر إلى معدلات أعلى في التنمية والبناء والتعمير ما استحق معه الرئيس عفتاح السيسي تحية كل أبناء الشعب المصري وحفاوت كل المصريين بما يتحقق على أرض مصر من منجزات كبيرة جدا لعلها تزهل العالم كما أزهل المصريون العالم في تبلاته سبعين شوف لما تترب على مقولة خير أجناد الأرض في إشارة إلى المقاتل المصري أو الجند المصري وتبص تلاقي تاريخك بيفصر لك هذه المقولة وبيدعمها ما أظنش أن اللي احنا بنشوفه دلوقتي من الأداء وقفنا تأثيرها على المنطقة المحيطة وعلى العالم تقريبا فيأتي الجندي المصري يعني يكون هو فعلا خير أجناد الأرض في هذه اللحظة ويقي هذا البلد كل الشرور فلا تملك إلا أنك تؤازر وتساند وتعجب وتستلهم وتزهل وتزهل أنت بشغلك وتبقى يعني عايز تكون أنت كمان كجبهة داخلية أنت بتحارب معاهم مش معقولة تسيبهم لوحدوك صحيح وعلشان كده تقديرا وعرفانا وامتنالا واعتزازا أرسل النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبفتاح السيسي بمناسبة نصر أكتوبر هذه أو هذا نصها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يوجه هذه التهنئة فخامة السيد الرئيس عبفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاعر يملأها التوقير والتقدير يطيب للنادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجمهيره أن يرفع لسيادتكم بكل الحب والاعتزاز أسمى آيات التهاني بمناسبة الزكرة 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي ستظل مصدر فخر واعتزاز الشعب المصري بقواته المسلحة درع الوطن وسيفه والنادي الأهلي الذي يعتز بنشأته الوطنية ويتشرف بتمثيل بلاده في المحافل القرية يجدد تهنئته لسيادتكم ويعاهدكم أن يكون دوما في الصفوف الأولى لمعركة البناء والتعمير والتطوير التي تخوضها بلادنا تحت قيادتكم الرشيدة للعبور بالوطن إلى ما يستحق من مكانة رفعة وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصلحة البلاد خطاب مستحق إلى من يستحق خطاب يعكس حقيقة مشاعر صادقة من أول المعنى وما هو مكتوب إلى كيف كتب أنا يعني فكرة دافئة جدا شخصية جدا أن يكتب هذا الخطاب بخط اليد بهذا الخط الراقي لأنه بيحمل معاني شخصية ماهيش آلة يعني أنا أما بيجي لحد بصراحة يعني بيبعث لي تهنئة تليفونية اللي هي فيها وردة وبوسة ومش عارف إيه كتر خيرهم بس بحيث أن التليفون اللي بعتها لي بتملق أسامي وبتبعث لكن عندما تكون حاجة موجهة إليك بهذا الدفع بخط اليد كل كلمة فيها مقصودة ومستحقة كما وجه مجلس إدارة النادي برئاسة كابتر محمود الخطيب التهنئة أيضا إلى سيادة الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الزكرة 48 لإنتصارات أكتوبر ولكل أبناء القوات المسلحة اللي الحقيقة حتى في معركة البناء يمكن تهنئة النادي الأهلي للسيد الرئيس أشارت إلى أن النادي الأهلي في الصفوف الأولى في معركة البناء والتعمير والتطوير لأنه ما يشهده الأهلي من أعمال إنشائية وبنائية وتطوير للبناء التحتية بمشاركة رجال القوات المسلحة لأنه لو تفتكروا حضراتكم كل مشروعات القوات المسلحة الهيئة الهندسية تشارك النادي الأهلي في إنجاز كل هذه المشروعات الكبيرة اللي أيضا بيتفاعل فيها الأهلي ويتسق مع ما تشهده مصررة الغالية من تعمير وتطوير في كافة مناحي الحياة أعتقد هذه الصور حضراتكم تابعتوها في كل مناسبة هتلاقوا دايما وأبدا حرص النادي الأهلي ومجلس إداراته على المزيد من التطوير في كل فروع النادي تقريبا فرع الأهلي الجديد في التجمع الخامسة أوشك على الانتهاء وينتظر الافتتاح بإذن الله تعالى كانت بجهود رجال الهيئة الهندسية مؤكد يعني إنت يعني لما تشوف النهضة التي تشهدها مصر تحت رعاية هذه الهيئة المحترفة الموقرة أنت عايز تضمن سرعة التنفيذ جودة التنفيذ الالتزام كمان الشفافية تبتدي بالشفافية المالية لكل مراحل التنفيذ مين أفضل من اللي بانا مصر وانت جزء من مصر فبتروح له بتختصر المسافات والحقيقة يمكن الحرص الكبير للنادي الأهلي على أنه يقدم لعبته وفرقه الرياضية ومنشياته في أفضل صورة ده وجود الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة اللي ما زلنا بنقول اللي قلناها المرة اللي فاتت النادي الأهلي أعتقد يا سيادة الوزير يستحق منك التهنئة ويستحق منك مكافأة أبطال أفريقيا على التاسعة والعشر هدعه بحقوقه بالضبط يعني ادعمني التاسعة والعشر اللي أسعدت الشعب المصري كله وجمير الأهلي أعتقد الدكتور أشرف صبحي كان رجل رياضي كمان لا يبخل بها عن تقدير هؤلاء الأبطال وما حققوه كمان النادي الأهلي يرتب الاحتفالية كبرى خلال الأيام القليلة القادمة بمناسبة ذكرى أكتوبر والحقيقة يمكن أهم ما تحمله فكرة الاحتفال هو استلهام الدروس لأنه احنا 48 سنة فاتت صحيح الدراما المصرية حتى الآن لم تفي الحرب أكتوبر بحقها المستحق حتى كل الناس بتتكلم هنفضل لإمتى كل سنة نقول بس الدراما المصرية للأسف ما سجلتش لا وما تسمع قصص البطولات هذا النصر الكبير بمسحق ده تدي لك دراما لخمسين سنة جاي يعني لما تسمع الأبطال وما بيتكلموا على وقاع البطولات كل واحدة فيه يعني كل قصة من دي عايزة فيلم فالحقيقة أنا الأوان بقى تاريخنا يتعرض موسق من خلال الدراما بإذن الله تعالى زي ما بقول لكم الأهلي يرتب الاحتفالية كبيرة بمناسبة أكتوبر مع النادي ورموزه وأعضائه لعله يكون فيها استلهام لروح أكتوبر ولمزيد من التحدي في البناء والتعمير لأنه هو ده الهدف من الاحتفال بالمناسبات الكبيرة إزاي أقدر أستخلص منها الدروس والعبر وإزاي أقدر أستلهم منها الروح اللي تقدر تحقق لي الكثير من الإنجازات إن شاء الله وكلكم عارفين أنه إنجازات الأهلي على الأرض في مقراته المختلفة الحياة مدهشة جدا في خلال هذه الدورة يمكن عما قريبها يحتفل بافتتاح أربع صلات كبرى لمختلف الألعاب في أهل الشيخ زايد فرع الأهل الجديد في الشيخ زايد بيحظى باهتمام كبير من مجلس الإدارة حيوشك النادي على افتتاح ملعبين لكرة القدم بالإضافة إلى أربع صلات متنوعة لخدمة أعضاء الأهل في الشيخ زايد شأن ما حدث في مدينة نصر من نقلة كبيرة جدا وتطوير شامل لكل مقرات النادي في مدينة نصر بعد الجزيرة المقر التاريخي وانتظارا لآخر العنقود في التجمع الخامس إن شاء الله إن شاء الله وأنا يعني لو الدكتور أشر صبحي يتذكر لحظة وضع حجر إساس هل كان يتوقع أن ينتهي العمل ويفتتحه برضو ممكن هذه الأيام ممكن جدا يفتتح هذا الفرع هذه الأيام ويصبح صالح لإستقبال الأعضاء نتمنى أن الموضوع ده يعني يحظى باهتمام ده كان يمكن الملخص السريع عن ترتيبات الأهل للاحتفال بنصر وأكتوبر إن شاء الله ومن نصر إلى نصر لأن الحياة حتى في إطار هذه الروح يتطلع منتخب مصر غدا إن شاء الله إلى العبور بس هذه المرة من عنق الزجاجة عارفين أنه تعبير عنق الزجاجة كما لا يكون تخلق للكرة المصرية في كل مناسبة وفي كل مناسبة